مفيش شاك أنه فيه اهتمام كبير بقطاع الاتصالات والرقمنة وعلوم البيانات في مصر ده لأنه جزء رئيسي جدا من علوم المستقبل والعالم كله بيراهن على هذا القطاع في التعليم وفي الاستثمار وغيرها من المجالات عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتوجهات مباشرة بتوطين صناعة التكنولوجيا وإطلاق مبادرات لتأهيل الشباب وتعظيم قدراتهم في مجال البرمجة والزكاء الاصطناع صحيح يا شازي يمكن بالرغم من أهمية هذا القطاع والمرحلة المتقدمة جدا للوصل لها العالم كله كانت مصر للأسف متأخرة في هذا القطاع التحديد عشان كده كان فيه توجه من الدولة للتركيز على تكنولوجيا البيانات والمعلومات وبالفعل بقى عندنا مبادرات كتير زي مبادرة بونات مصر الرقمية اللي أطلقتها وزارة الاتصالات وقدرت من خلالها أنها تساعد في تأهيل كوادر شبابية متخصصة في علوم البيانات والروبوت والفنون الرقمية ده غير مبادرة كمان أشبال مصر الرقمية اللي بيستفيد منها الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بداية من طلاب أول إعدادي والحد طلاب تانية سنوية وأعتقد دي هي البنية التحتية عشان نقدر يكون عندنا قطاع متعلق بالتكنولوجيا قطاع قوي شاز صحيح بكل تأكيد إحنا كمان عندنا استراتيجية مصر الرقمية ودي هدفها خلق مجتمع رقمي متكامل تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحيانه في نتائج مهمة جداً اتحققت من خلال الاستراتيجية دي زي مثلاً ارتفاع معدل نمو قطاع الاتصالات في مصر وزيادة الصادرات الرقمية إلى 4 مليار و500 مليون دولار وده رقم كبير جداً يا جمال صحيح يا شازلي وأعتقد يعني أنه دلوقتي بقينا كلنا منشوف ده على أرض الواقع من خلال الخدمات الإلكترونية اللي بقت موجودة في معظم الهيئات الحكومية كمان الخدمات اللي بتوفرها منصة مصر الرقمية خدمات كتير جداً حيانة موجودة على هذه المنصة زي خدمات التوصيق إشارة العقاري والتموين كمان الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات اللي تقدر أن انت تعملها سواء من خلال موقع الإلكتروني أو حتى من خلال المنصة المتاحة على أجهزة الموبايلات عشان كده الحقيقة إحنا النهاردة هيكون معنا فقرة مهمة جداً عن المبادرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات تحديداً كمان مبادرة أشبال مصر الرقمية اللي بتستهدف كمان الطلاب في سن صغير جداً زي ما كنا بنقول لحضراتكم من طلاب قولة عدادي لحد طلاب تانية سنوية الحقيقة هذه المبادرة هي مبادرة هامة جداً وزي ما كنا بنكلم هي يعني بالنسبة لنا هي بتؤهلنا أن احنا يكون عندنا بنية تحتية بشرية في هذا القطاع الحاوي اللي احنا بنسابق الزمن عشان نقدر نوصل لما وصل إليه العالم الآن على أي حال بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر